يعيش أهالي الموصل وسط خمسة ملايين طن من الركام والمخلفات الحربية وبينما يقارب ثلاثة ألاف جثة متفسخة تنتظر من ينتشلها هكذا هي حال أكبر المدن العراقية ونالت الموصل القديمة النصيب الأكبر من الخسائر والأضرار ورغم مرور نحو عام على انتهاء الحرب في الموصل إلا أن الأرقام الكبيرة التي يشير إليها المسؤولون تثير القلق من أمراض خطيرة وكارثية تهدد مليون شخص جراء الغازات المنبعثة من نحو 2500 جثة متحللة بالإضافة إلى المخلفات الحربية التي أشار إليها رئيس بلدية الموصل حيث تحدث عن وجود أربعة ملايين ونصف طن من النفايات والمخلفات الحربية منتشرة في سائر أرجاء المدينة وقال أطباء متخصصون في رصد التلوث البيئي في المناطق التي تشهد صراعات إن تحلل الجثث تحت الأنقاض يهدد المدينة بأوبئة وأمراض خطيرة تصيب الجهاز الهضمي للإنسان مضيفاً أن نحو مليون شخص في الموصل معرضون لخطر الإصابة بأمراض يصعب التخلص منها وقد تتحول إلى وباء بمعنى الكلمة وشهد مركز الموصل الذي يضم مئات الآلاف من المدنيين اشتباكات عنيفة طوال تسعة أشهر مستمرة بين القوات الحكومية بإسناد طائرات تابعة لقوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا في العملية العسكرية فأهل الموصل مستمرون في البحث بين الأنقاض عن جثث قتلاهم في حين أن الأموال التي خصصتها حكومة بغداد لإعادة بناء المدينة قد اختفت ولا يدري أحد أين ذهبت والعراقيون الذين فرق بينهم العنف الطائفي بعد الغزو الأمريكي في 2003 اتحدوا هذه الأيام في قضية واحدة وهي ازدراء جميع من حكمهم منذ بدء التجربة الديمقراطية المزعومة في العراق